بينما يواصل أهالي الموصل العودة إلى ديارهم يوميا يتفاجأ هناك الناس بمظاهر الإرهاب الذي كان يمارسه مقاتل داعش متخذين من هذه المنازل التي صادروها بالقوة من المواطنين مقارة تنطلق منها جرائمهم أما إيمان فقصتها مختلفة حيث وجدت دفتر مذكراتها ملطخا بدماء أخيها براس الأخبار الآن وسام يوسف لدي تفاصيل ما أن بدأ الموصليون يعودون إلى منازلهم بأعازل من السلطات الحكومية حتى أخذت تتكشف يوما بعد آخر الأعمال الإجرامية والإرهابية التي كان مقاتل داعش يمارسونها بمنازل المواطنين في الموصل القديمة رفقنا عائلة أبو مؤمن خلال تفقد منزلها برغم خطورة الطريق المؤدي نحن هذا بيتنا وثلاثة سبعة قصف بيتنا واستشهد أخوي وهي عشوفون أنتم يعني حال البيت أربعة سبعة عدا فنانو تحررنا أربعة سبعة يعني بس على كم ساعة بالخمسة للستة تقريبا هاكي شيء قصف بيتنا واستشهد أخوي وهذا حال البيت وهي ما خلفوا داعش شوف أنت البيت وما أن وصلنا المنزل الذي انهار جزء منه نتيجة المعارج حتى بدأت إيمان بالبحث في إحدى الغرف البيت وبين الكتب عن دفتر مذكراتها الذي تركته هنا لكنها وجدته وهو ملطخ بدماء أخيها الذي فقد حياته هنا دفتر مذكراتي دائما نكتبينه مذكراتي فشوف يعني وقت الحالي فاركت قاعد يمه فشوف الدم كان علينا ونصوبنا أبو مؤمن روى لنا الساعات الأخيرة في هذه المنطقة وكيف فقد ابنه بالقرب من منزله جراء سقوط قضيفة وهم في طريقهم للخلاص من داعش أثناء عمليات التحرير البيت اشتعل وأني صوبت شضيتين واحدة بيدي واثنين برجلين وأدور على ابني ماكو على ما نزلت على الفرع أدور على ابني مرتي ببرة تبكي عليه أتقل لي وين هو مؤمن؟ أقل لي وين هو مؤمن؟ فتت على البيت جاء واحد وياي يشوف متوفي يعني ما ببالي متوفي يعني على ما طفت النار لي ثاني يوم طلعت أشوف بس وجه اليساغ العفو اليمين كاملة الباقي مقطع يوم أربعة سبعة دفنته بيت هذا الرجل بالحديقة على الرغم من كل ما حدث هنا لكن ما زالت عزيمة الحياة باقية بين حطام هذه المنطقة فالأمل لا يفارق طموحات الأهالي وما هي إلا أيام حتى يعود كل شيء في الموصل القديم إلى سابق عهده حيث أخذت أتدب الحياة هنا شيئا فشيئا ترجمة نانسي قنقر